السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم بيوم جديد بداية أسبوع جديدة أيضا مدرسة مآثر الخاصة اليوم رح نأخذ بداية دوسية الطالب باللغة العربية نفتح دوسية نصفحة رقم 21 نكتب اليوم اليوم الأحد ألا إحد الأحد 2211 في البداية رح نعرف ما يعني مفرد ما يعني مثنى ما يعني جمع وبعدين نشرح الجمع المفرد يعني شخص واحد ما دلى على واحد أو واحدة طبيب معلم معلمة فتاة مهندس طالبة طالب هذا المفرد أما المثنى هو ما دلى على اثنين أو اثنتين مطفقين في اللفظ بزيادة ألف ونون أو فتتان طالبان قلمان معلمان معلمتان بإضافة ألف ونون أو ياء ونون فتاتان قلامان معلمتان هذا المثنى يعني أشياء اثنين الجميع ما دل على أكثر من اثنين بتغير صورة مفرده مثل صورة صور ناجح ناجحون إذن المفرد ما دل على واحد أو واحدة مثنى ما دل على اثنين أو اثنتان الجميع ما دل على أكثر من اثنين بتغير صورة مفرده مثل صورة صور ناجح ناجحون الجميع له أكثر من شكل اليوم رح نعرفكم على أشكاله الثلاث جمع مذكر سالم جمع مؤنث سالم جمع التكسير جمع المذكر سالم ما دل على اثنين من الذكور بزيادة واو ونون أو ياء ونون بنزيد واو ونون أو ياء ونون مثل المهندسون القادمون اللاعبون المعلمون أو اللاعبين المسلمين المسلمون البائعون هذا جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم هو مدل على اثنتين بزيادة ا وات معلمات لاعبات فراشات ركعات جمع المؤنث السالم المهم هو جمع التكسير جمع التكسير هو مدل على اكثر من اثنين أو اثنتين دون اي زيادة قلم اقلام كتاب كتب رمان تلاميذ الورد ما بزيد لا واو ونون ولا او ات ولا او ونون أو ياء ونون هاي التكسير ما له قاعدة محددة اقلام كتب رمان تلاميذ الورد الان بدنا انطبق معلم معلمون هنا جمع مذكر سالم باضافة واو ونون مزارع مزارعون مبدع مبدعون مهندس مهندسون معلماء معلمات هنا جمع مؤنث السالم بزيادة ا و تا مبدعة مبدعات طبيبة طبيبات عاملة عاملات بزيادة ا و ات اما جمع التكسير قلم اقلام علم اعلام اللو نمط لون الوان مسجد مساجد ملعب ملاعب هاد جمع التكسير يا ثاني اذا جمع المذكر السالم بضيافة واو ونون معلم معلمون مزارع مزارعون مبدع مبدعون مهندس مهندسون جمع المؤنث السالم باضافة الف وتاء معلمة معلمات مبدع مبدعات طبيبة طبيبات عاملة عاملات جمع التكسير الو انماط مثل قلم اقلام علم اعلام لون الوان مسجد مساجد ملعب ملاعب عنا هون رسمة لنهاية القواعد بنلونها بألواننا الجميلة هيك بنكون انهينا درسنا اليوم لدوسية الطالب بقواعد اللغة العربية رح انتقل الى احذار كتاب اللغة العربية بفتح كتاب صفحة رقم ستين بدي اقرأ الدرس وتبع معي سأكون طيارا رافق بهاء والده الى المطار لاستقبال عمه القادم من السفر عندما وصل شاهد طائرات كثيرة تقلع وطهبط تذكر سؤال معلمتي ماذا تحب ان تصبح في المستقبل قال بهاء لوالده احب ان اصبح طيارا احلق عاليا في السماء واقود طائرة من طائرات سلاح الجو احمي بها الوطن نظر بهاء الى طائرة في السماء وقال سأكون طيارا سأكون طيارا ان شاء الله الان ما معنى تقلع اي ترتفع تهبط تنزل احلق اطير المستقبل الزمن القادم معكس تذكر نسية استقبال وداع معكس كثيرة قليلة عاليا منخفضا تحب تكره هذه الكلمات الوردت معنا الآن بدنا ننتقل الى تدريبات صفحة رقم 63 بنعدل رقم الصفحة 63 سؤال رقم 8 املأ الفراغ على نمط المثال ثم الفض وطن او طان هنا جمع تكسير اللي شرحنا عنه هو جمع تكسير بغير شكل المفرد قلم شو بتصبح اقلام علم علم اعلام ولد اولاد وطن او طان قلم اقلام علم اعلام ولد او اولاد جمع تكسير سؤال رقم 9 اكمل على نمط المثال مما بين القوسين ثم اقرأ نقرأ بين القوسين ان اركب ان ازور ان اشرب ان اقرأ احب ان اصبح طيارا احب كتابا احب ان اركب كتابا احب ان ازور كتابا لا احب ان اشرف كتابا لا احب ان اقرأ كتابا نعم نكتب ان اقرأ كتابا احب صديقا احب ان اركب صديقا لا احب ان ازور صديقا نعم احب ان ازور صديقا احب قطارا احب ان اشرب قطارا لا احب ان اقرأ قطارا لا أحب أن أزور قطارا لا أحب أن أركب قطارا نعم أحب أن أركب قطارا هاي رح نضيف واحدة كمان أحب عصيرا أحب أن أشرب أحسنتم أحب أن أشرب عصيرا هنا يا ثاني تتحدث عن الفعل المضارع لما بننصبه بأن زائد فعل مضارع القاعدة غير مطلوبة فقط أنه نحيل على النمط سؤال رقم عشرة أضعوا وونون في الفراغ على نمط المثال هنا قاعدة جمع المذكر السالم بإضافة وونون إلى الكلمة القادم القادمون المعلم المعلمون العامل العاملون الناجح الناجحون المسافر المسافرون الإر ما بتمسك في الأو نرجع نقرأهم اقرأ المعلمون لما أحول إلى جمع مذكر سالم بإضافة وونون المعلمون العامل العاملون الناجح الناجحون المسافر المسافرون الآن نريد أن يقرأ الطالب كلمة المثال أولاد القوسين طيارا كتابا صديقا قطارا المسافر المسافرون اقرأ المثال أولاد القوسين طيارا كتابا صديقا قطارا المسافر المسافرون اقرأ هنا المعنى المقارب المعنى المقارب اقرأ المستقبل بذدها جديدة المطلوب منتبها القوسين الجملتين بالشكل المناسب هيك بنكون أنهينا قراءة الدرس مع حل تدريبات صفحة رقم ثلاثة وستين يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر